مصر في المركز التالت بين أكبر دول العالم نمواً في احتياطي الذهب خلال سنة 2022 زودنا الاحتياطي الذهبي بتاعنا لـ 44.64 طن على مدار العام طيب يعني بقى عندنا قد إيه دهب؟ بقى عندنا 125.5 طن تقريباً ده اللي قالوا مجلس الدهب العالمي مش هاي احنا اللي قلناه مش بنكنا المركزي اللي قاله مش حكومتنا اللي قالناه وإن كان ما تش عايز تسق في المعلومات الوردة من مؤسساتك ليه يعني؟ طب امتى لقيت المعلومات اللي خارجة من مؤسساتك مختلفة عن المعلومات اللي بتشير إليها أو اللي بتنشرها جهات دولية؟ أما تكلمنا على نمو اللي احنا بنقوله بيقوله الأجانب ده بالعكس ده الأجانب بيحطونا كمان في تأديرات أكتر من رؤيتنا الذاتية عموماً التقرير أشار أيضاً إلى وجود تركيا على قائمة الدول الأعلى نمواً في احتياطي الدهب وده خلال العام 2022 الصين بالمناسبة كانت في المركز الثاني في هذا التصنيف احنا زي ما كنت بقولك احنا في المركز الثالث أما دولة قطر فحلت في المركز الرابع أسبكستان في المركز الخامس كل عام وأنتم بخير يا رب يا رب نطلع سنة عشرين تلاتة وعشرين في المركز الأول وزيد الاحتياطي بتاعنا بقى احنا زيدنا قد اين مرة اللي فاتت؟ اربعة واربعين وستة من عشرة يا رب يبقوا تمانية وتمانية يبقوا يعني ينقل تسعين كده تفتكروا هنعرف نزود الاحتياطي بتاعنا تسعين ثن مرة واحدة يا ربنا كبير